أربع أركان في علاقتنا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الركن الأولاني تنزل في قلبك منزلة النبي المرسل من الله رقم اثنين استمر في رحلة التعرف عليه والتعلق بي وحبه رقم ثلاثة ثقة الثقة في أن الله حفظ علم النبي عليه الصلاة والسلام علم النبي مضعش يا جماعة نبنقعد دلوقتي في أعداد كتيرة مع أصحاب لنا مخلصين لكن نسد الكذبة اللي بعض الناس روج ليها نحن ما نخدش من السنة لأن السنة انت مش متأكد هي محفوظة ولا لأ فخلينا مع القرآن يا جماعة ربنا كفيل بحفظ علم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مش ممكن يكون ربنا بعت نبي وبعت معه قرآن وتصرفاته كلها هي تطبيق القرآن يضيع الكلام ده وربنا لا يتكفل بحفظه حيث يقولك تلات آيات اربطهم ببعض وعيش بهم تتطمن مش بس لصحة السنة اللي في إدينا تتطمن لحفظ الله لعلم النبي وكلامه وأفعاله الآية الأولى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يا جماعة الذكر قرآن وسنة مش القرآن بس وراجع كل تفسير أهل العلم ليه؟ لأن ربنا قاله في آية تانية وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم يعني وأنزلنا إليك السنة لتشرح للناس القرآن لنزل إليهم فاتقال على السنة قبل كده أنها ذكر في القرآن فأول آية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آية التانية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا تقول الله إن الله شديد العقاب فالنبي بيقول لك حاجات من عند الله بيقول لك الآية التالتة تاعت صورة النجم ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى شديد القوى سيدنا جبريل اللي علم النبي من عند ربنا سبحانه وتعالى فاتطمن اتطمن لإيه؟ اتطمن إن العلماء عملوا الواجب أوي أوي في تفريق السنة المكذوبة اللي الناس قال لفتها على النبي عليه الصلاة والسلام وتفريق السنة الضعيفة وفصل السنة الصحيحة وعلمونا نتعامل إزاي مع التلاتة انت بس تسأل العالم وما تستمعش لللي بينزلك في قلبك وبيقلل تقديسك وطمأنينة قلبك وثقتك في إن علم النبي محفوظ من الله حتى قال صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم يعني بلاش أشوف حد بيعمل كده لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته شبعان البطن يقول ما وجدناه حلالا في كتاب الله حللناه وما وجدناه حراما في كتاب الله حرمناه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه مثله في فيدتكم وفي نفعكم وفي دلالتكم على ربنا القرآن والسنة اتطمن ودور على كلام سيدنا النبي عند العلمة وعلى أفعال وعلى أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ده الركن الثالث من أركان يعني إيه علاقتنا بسيد النبي الركن الرابع تقديس وتوقير والاهتمام بطاعة النبي واتباعه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مش خبير في جوانب الحياة فيطلع خبير تاني فناخد بكلام ده شوية وده شوية مش مألف كتاب لذيذ فممكن ناخد منه بعض النقط كده لو نعمل هايلايت عليها ربنا بيقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله يعني بأمر الله ربنا بعت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عشان تشوف بيعمل إيه تعمل لعشانك لا علشان النبي لأنه لا يحتاج إلى أحد ولا عشان ربنا الذي لا ينتفع بأحد إنما ربنا سبحانه وتعالى بعت لك سيدنا النبي وقال له يا رسول الله قول ده وعمل ده وما تعملش ده قول على ده حرام وده حلال عشان هم يعرفوا طريقي كل حاجة ربنا آه كل حاجة ربنا أو كل حاجة ربنا قال لك ما تجليش إلا من وراء باب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال كده قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله إن الله سميع عليك يعني ما تقدمش رأيك قدام رأي ربنا والنبي عليه الصلاة والسلام رأي ربنا ورأي سيدنا النبي الأول يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الصوت كناية عن الرأي وكناية عن وجهة النظر وكناية عن القرار أنا صوتي ما يعليش على صوت النبي عليه الصلاة والسلام النبي قال لي مين أقول له حاضر قال شمال أقول له حاضر مش قادر أقول له سمحني يا رب أني مش قادر لكن ما أقولش أنا شايف أني في العصر اللي إحنا فيه سيدنا محمد أيام زمان من 1400 سنة كان ربنا بعت نبي تاني لكن بما أن سيدنا نبي خاتم النبيين يبقى احنا معتقدنا في سيدنا النبي أن كلامه إلى أن تقوم الساعة متسق معنا وبالتالي لما ربنا قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول تعرف أنت بتجهر بالقول المين لواحد ند زيك فتقولوا استنى استنى أو لا بس تشوف أنا عايز أقول لك حاجة احنا مع بعض كده لكن سيد النبي مش كده حتى شوف الآية ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أنا ممكن أتناقش معاك واطلع غلط أو أنت تطلع غلط ودينهو بنحاول نساعد بعض حطين دماغنا على بعض كده وبنتشاور بس أنت لو أمهر طبيب في العالم وأنا غلبان على قدي مينفعش أحط دماغي بدماغك لو بنتكلم في طب فلو بنتكلم في سكة ربنا كلم في كل حاجة في الدنيا مش سكة ربنا بس ما هي سكة ربنا كل حاجة في الدنيا ما احنا هنا في الدنيا اسمنا عباد فلا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون نضيع لو حطنا دماغنا بدماغ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ونقشنا في كلامه ونشوف إيه المناسب في العصر ده واللي مش مناسب إحنا اللي هنتضر هو بيدعيلنا هو في قبره الشريف وهو اللي قال كده عليه الصلاة والسلام لو لوحت كده شفت قلبي سيدنا النبي هتلاقي موصول بقلوبنا في الدنيا وفي قبره وفي الأخرة مش هيسبنا عليه الصلاة والسلام عشان كده كان ربنا سبحانه وتعالى يقول له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات واحدة واحدة على قلبك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فدول أربع أركان يبقى رجعهم كويس في رحلة حياتك كده عشان تفضل منورة بنور سيدنا محمد ترجمة نانسي قنقر